سيان أن بتقول بقى الاف بي آي وداعش موظفة في الاف بي آي تتزوج قياديا بداعش موظفة اسمها دانيالا جرين وموظفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي آي الامريكي كان لديها أعلى ترخيص سري بمعنى أنها يعني في مرتبة أو في مكانة في الاف بي آي تقدر اللي هو التوب سيكرت تقدر تتحرك في يعني المعلومات غاية في السرية ولكن هما بيقولوا أنها كذبت على المديرين بتوحها وقالت أنها مسافرة لسويسرا ولكنها سفرت وتزوجت دانيس كاسبرت اللي هو معروف لدى الاف بي آي بأنه اسمه أبو طلحة الألماني موجود ومنضم لداعش واتجوزته هما بيقولوا لفترة قصيرة وهي مترجمة داخل الاف بي آي كان بتعمل في الترجمة واتجوزته في عام 2014 وسفرت لسوريا ولكن ما قلتش لمديرينها على اعتبار أن هي كما فروت تروح تقول لمديرها أسانا مسافرة سوريا عشان أتجوز إرهابي في داعش عين كان بعد عدة أسابيع هما كتبين كده في الخبر اعترفت بأنها مخطئة ورجعت للولايات المتحنة الملكية طب هي رجعت ازاي وعترفت أنها مخطئة ازاي وسبوها ترجع كده عادي ولا هي رجع علشان أسباب معينة المهم أنها ده اللي مكتوب في الخبر وأوقفوها وتعاملت معها السلطات والجميل في الموضوع أنها بيقولوا أنها تعاملت مع القوات أو السلطات الأمريكية وحكموا عليها بالسجن سنتين طيب يعني هي تعاملت ودوها بس سنتين هي يعني طب جميل وخرجوا وأطلقوا صراحة في الصف اللي فات أين هي الآن مع من تتعامل وهي لما تعاملت مع السلطات الأمريكية إيه نوع المعلومات اللي ترى إدتها للسلطات الأمريكية وإيه نوع مدى الأمن والحرص على الأمن والدقة في التعامل داخل الـ FBI وغيرها من الأجهزة الأمنية الأمريكية في معرفة إذا ما كان لموظفيها المفترض منهم يعني بيتم انتقائهم بشكل واضح ويتم التركيز عليهم ومتبعتهم أمنيا تحديدا إيه مدى قوة هذه الإجراءات اللي تخلي إحدى الموظفات في الـ FBI تتجاوز واحد عارفينه هو مين وتروح لسوريا وبعين تندم وبعين ترجع اشتركوا في القناة